تنطلق غدا المنظمة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المواطن يستطيع الحصول على الخدمة من خلال المنظمة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول